تم معاقبة الترجي من الاتحاد الدولي لكرة القدم بالحرمان من التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات المقبلة وذلك بعد حصول مدربه السابق راضي جعيدي على حكم من محكمة التحكيم الرياضي ضد نادب بسويقة وحصل جعيدي على حكم ذلك ضد الترجي يلزم الفريق بسداد مبلغ خمسون ألف دولار لجعيدي وذلك بعد الشكوى التي تقدم بها بعد الإقالة من التدريب ورحل جعيدي صاحب الستة واربعون عاما عن تدريب الأحمر والأصفر بسبب عدم تحقيق الفريق لأي نتائج إيجابية وخسرت المكشخة تحت قيادته لعدة ألقاب ليتم فسخ التعاقد معه من جانب واحد وبناء على ذلك قدم شكوى لدى لجنة النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم وتسلم جعيدي في أغسطس آب الفاني وواحد وعشرون مهمة تدريب الفريق خلفا للمدرب معين الشعباني صاحب النجاحات الكبيرة مع الفريق وإحصائيا قاد داء جعيدي فريق الترجي في أربع وثلاثون مباراة في كل المسابقات نجح في تحقيق الفوز في تسعة عشر مناسبة وتعادل في عشرة مباريات وتعرض للهزيمة في خمسة وأشرف جعيدي لأكثر من ثماني سنوات على تدريب شباب فريق ساوث هامتون وتوج معه بالدور الإنجليزي لفئة تحت الثلاثة وعشرون عام كما قاد فريق هاردفورد سيتي لخوض مرحلة البلايوف الدور الأمريكي وكان يعمل ضمن الجهاز الفني لفريق سيركل بروج البلجيكي قبل قبول عرض فريقه السابق الترجي في ألفان وواحد وعشرون وكلعب قضى جعيد اثنى عشر عاما من النجاحات مع الترجي في الفترة ما بين الف وتسعمية واثنان وتسعون وحتى الفاني واربع وخضى مئتان وثمانية وثمانون مباراة وتوج مع الترجي بسبع القاب في البطولة وفاز معه بكاس الاتحاد الافريقي وبلقى بدور أبطال افريقيا عام اربع وتسعون كما فاز بكاس افريقيا مع منتخب تونس عام الفاني واربع واحترف في الدور الإنجليزي الممتاز مع اندية بولتون وكذلك بيرمينجهام وساوث هامتون